أزدل ستار مساء أمس على أعمال الدورة التدريبية التي نظمتها جمعية النساء الناشطات الهادفة إلى محاربة الزواج المبكر كانت المناسبة بحضور مدير وزارة الشباب والرياضة إلى جانب عدد من المدعوين جرت المناسبة بمقر الكنيسة الإنجلية بحي أبنا أدم حنفي فاضل والتفاصيل أربعة أيام كانت كافية لأعمال الدورة التدريبية التي نظمتها جمعية الناشطات الشادية وذلك بالتنسيق مع منظمة الأممة والطفولة دورة مفادها تأهيل النسوة التي شاركنا فيها في مجال حقوق المرأة والطفل وكذا محاربة الزواج المبكر واختان الفتيات والوقاية من فيروس الأيدس الذي يسمى بمرض فقدان المناعة المكتسبة كما تتيح هذه الدورة معرفة الأمهات في تربية أطفالهن بطرق جيدة من أجل نمو الطفل وتنظيم فضرة الإنجاب للتحقيق أهداف النمو ممثل وزير الشباب والرياضة قد عبر عن فرحته بهذه الدورة التي تختص بالنساء وخاصة الشابات بهدفها السامي حول معالجة بعض المواضيع التي تضر بالأسرة وهي كالزواج المبكر كما طلب من المشاركات تطبيق ما تلقونه على أرض الواقع بغية تحقيق الأهداف من هذه الدورة رئيسة الجمعية الكادية للناشطات قد شكرت ممثل وزير الشباب والرياضة وطلبت منه أخذ هذه المواضيع التي هي من أهداف الجمعية بعين الاعتبار هذا ويشار إلى أن النسوة التي شاركنا في هذه الدورة يبلغ عددهن حوالي 200 امرأة